السلام عليكم ثامن اليوم في الفيديو رح نبدأ بالدرس بعنوان الحرارة والمادة اخذنا في الصفوف اللي السابقة اللي مرت معنا عن انها المادة لها ثلاث حالات المادة لها ثلاث حالات يا ثامن حالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية والمادة بتتحول بين هذه الحالات الثلاث تمام؟ طيب خلينا نبلش بأول شغلة الانصهار والتجمد طبعا الانصهار والتجمد هما عمليتان عكسيتان نبلش أول شي نعرف إيش الانصهار عرف الانصهار يا ثامن الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة كمان مرة عرف الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يعني زي مثلا مكعب ثلج نطلعه من الفريزر ونخليه بره بكون صلب لما أتركه بره شو بصير بحرارته؟ ترتفع حرارته تدريجيا ويبدأ بالانصهار ويبدأ بالانصهار ما بنحكي عنه ذوبان خطأ نحكي عن مكعب الثلج بأنه يذوب يشي بنحكي عنه؟ انصهار تمام؟ أما عكسها عندي مين؟ التجمد التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة إذن التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يعني التجمد عكس الانصهار يعني التجمد مثلا لما تكون عندي الماء في الحالة السائلة ونضعه بالمجمد الثلاجة فبتبلش حرارته ايش تنخفض تنخفض وبتبلش تتحول من حالة سائلة الى حالة الصلبة ففي عندي سؤال متى تنصهر المادة تنصهر المادة عندما تكتسب طاقة يعني لما تصير حرارتها ترتفع بتصير ايش بتكتسب طاقة ولما تكتسب طاقة بتتحول من الصلبة الى سائلة طب متى بتتجمد المادة؟ تتجمد المادة عندما تفق الطاقة يعني مثلا الماء السائل حطه مثلا في مجمد الثلاجة يعني الفريزر بتبلش حرارة وتنخفض شو يعني حرارة وتنخفض؟ يعني يفق الطاقة وبالتالي بتحول من سائل من حالة سائل إلى حالة صلبة فالانصهار والتجمد عكسيتان طيب يا ثامن حكينا أول علاقة هي التجمد والانصهار نيجي هلأ على العلاقة اللي بعدها التبخر والغليان هلأ إذا إجانا سؤال عرف التبخر أو عرف الغليان الثنين اللي هم نفس الإجابة عرف التبخر أو عرف الغليان يا ثامن هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية التبخر والغليان اللي هم نفس التعريف عرف التبخر أو عرف الغليان السؤالين اللي هم نفس التعريف أو نفس الإجابة هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يعني مثلا أنا عندي مكعب من الثلج بكون في الحالة الصلبة لما أجي وأشيله من مجمد الثلاج الفريزر وأتركه بره فترة من الزمن بلاحظ أنه إيش بطل صلب بصير في الحالة إيش السائلة هاي انصهار طيب هلا الماء السائلة هاي لو وضعناها مثلا على المصدر لهب على النار على الغاز رح تبلش إيش ترتفع حرارة مين ترتفع حرارة هذا الماء فبصير إيش يطلع منه يتصاعد منه بخار هاي الحالة بصير في عندي إيش التبخر إذن التبخر بتبلش عندي جزيئات المادة السائلة بتكتسب حرارة أو بتكتسب طاقة هي مكتوبة عندي فيه اللون الأورنج برتقالي التبخر بتبلش عندي المادة بتكتسب إيش بتكتسب طاقة أو بتكتسب عندي حرارة لما تكتسب حرارة بتزيد عندها طاقتها الحركية هاي الطاقة الحركية تجعلها قادر على التغلب بين القوة الترابط قوة الترابط الموجودة بين جزئ الماء السائل مع جزئ الماء السائلة بيكون في قوة ترابط تربطها مع من مع الجزئ الموجودة جنبها فأنا عشان ألغي هاي قوة الترابط لازم أرفع أياش حرارة هذا الماء إذن المي السائلة لما نوضعه على الغاز أو أرفع حرارة أو وضعه على مصدر لها أو نحطه في الشمس يعني عند أي درجة حرارة بحدث عندي من؟ التبخر بس في عندي فرق بين التبخر والغليان هلا مش حكينا التبخر والغليان تعريفهم نفس الاشي انه من حيث المفهوم التبخر والغليان هو تحول المادة من حالة سائلة الى الحالة الغازية ولكن فيه فرق بينهم هلا حكينا التبخر والغليان الثنين لهم نفس التعريف او نفس المفهوم انه تحول المادة من حالة سائلة الى حالة الغازية بس ايش الفرق بين التبخر والغليان خلينا نبلش في التبخر تطلعوا لي على هذا الشكل شافين كيف الجزيئات المي السائلة كيف بتتطاير من الكأس أو كيف يعني شو يعني تطاير يعني بتحول من سائل إلى بخار بصير هيك إحنا بنشوف البخار هو يتصاعد من هذا الكأس لما نحطه على مصدر من اللهاب طلعوا بس الجزيئات السائل السطحية فقط إذن التبخر بصير في عندي تبخر الجزيئات السائل السطحية فقط مش لجميع جزيئات السائل وإنما فقط للجزيئات السائل السطحية أيضا التبخر بيحدث عند أي درجة حرارة يعني سواء كان درجة حرارة مرتفعة أو وضعناه في الشمس أو يعني شو ما كانت بيحدث عند أي درجة حرارة إذن التبخر حكينا بيحدث لجزيئات السائل السطحية تمام وبيحدث عند أي درجة حرارة تمام أما الغليان بيحدث عند درجة حرارة معينة تمام خلينا نحكي عن الصورة اللي بعدها عن الغليان هون شايفين عندي هون كيف الغليان بتطاير جميع جزيئات السائل مش فقط الجزيئات السطحية إذن الغليان بيحدث لجميع جزيئات السائل وليست فقط الجزيئات السطحية وأيضا بيحدث الغليان عن درجة حرارة معينة يعني الماء متى بيحدث له الغليان عن درجة حرارة تساوي 100 درجة سيليسيوس إذن التبخر والغليان الثنين لهم نفس التعريف وتحول المادة من حالة سائل الحالة الغازية ولكن التبخر بيحدث لجزيئات السطحية أما الغليان بيحدث لجميع جزيئات السائل والغليان بيحدث عن درجة حرارة معينة أما التبخر بيحدث عند الغليان بيحدث عن درجة حرارة معينة أما التبخر بيحدث عند أي درجة حرارة تمام؟ طيب يا ثامن هلأ لو بد أجي مثلا أحكي عن التبخر والغليان مين بد يصير بالأول أو مين بده يحدث للمادة بالأول التبخر دائما في البداية بيحدث للمادة ايش تبخر ترتيب التبخر بعدها لغاليان ليش رحصير في عندي تبخر لان اول شي لما مثلا انا اجيب المي واضعه على الغاز او مصدر لهب ايش بيبلش بيبلش في عندي تبخر بس لجزئات السائل السطحية بتصير ايش تطاير وتصعد لوين على شكل بخار هلأ البخار اللي بيصير فوق الكأس او فوق الوعاء هذا اللي محطوط على مصدر اللهب بيصير في عنده ضغط بيسموه ضغط البخار بيسمو ايش ضغط البخار اذا الضغط اللي حول هذا الوعاء بيصير في عندي ايش ضغط البخار طيب هلأ شو بيصير في عندي تبخر مع ارتفاع درجة حرارة مثلا مثلا نفترض انه صار في عندي 100 درجة سيليسيوس بيبطل عندي تبخر بيصير في عندي غليان فمتى يصل السائل الى حالة الغليان يصل السائل اجابة هي باللون الورنج عندما يصبح ضغط البخار مساوية للضغط الجوي فالسائل ببطل عنده تبخار ايش بصير في عنده غليان اذا متى يصل السائل الى حالة الغليان عندما يصبح ضغط البخار مساوية للضغط الجوي طب ايش عند ضغط البخار هو الضغط الناشئ عن مين عن بخار المي السائل بصير في ايش يصعد منها بخار بصير حول الوعاء ايش ضغط بخار لما صير ضغط البخار هذا مساوية للضغط الجوي بيحدث للسائل ايش غليان ولهون يا ثامن بنكون أنهينا الفيديو اليوم ويعطيكم ألف عافية